مرحبا بكم في قناة تحفة يوب العديد من الوزراء المنظمين للحكومة في مختلف القطاعات لكن تركيز كله حول هوية الوزر الأول الجديد الذي سيخلفنا دير العربوي على رأس الحكومة الجديدة والتي ستكون هناك محاسبة ومسألة لبعض أطرافها أما بخصوص لإسمائيل الأقل بعلام بعلام مدير ديوان الرئاسة وكذا عبدالعزيز بالخادم وهو سبق له أن يشغل منصب رئيس الوزراء هم أكثر إسمائيل عليهم إجماع ومرشحين بقوة لنيل المنصب حسب جاردة الخبر هوية الوزراء تحددت وانتهت ولم يظل إلا الإعلان عنها وإشرف الرئيس سبون على مرصيم تعينها فوراء إتمام إجراءات ما بعد قانون المالية وحسب مراقبين فإن بالخصوص بعلام بعلام الذي يعد الدرع الأيمن للرئيس سبون أو حتى عبدالعزيز بالخادم الذي يعتبر من أكبر الكفاءات وشخصية وزينة تقيلة سيلقى هدين الإسمين إجماعا لو كان هو بعلام بعلام أو بالخادم فعدم اتضاح من سيكون من بينهما ولو أنهما مرشحان فقط إلا أن التركيز عليهم لأنهما الأنساب لقيادة المرحلة على رأس الحكومة في ذلكون الحكومة الحالية المستقيلة خلفت وراءها أزمات وطوام كبرى من الفشل يجب أن تكون الأسماء التي تخلفهم على قدر المسؤولية وأكثر حتى يصلحوا كل الإختلالات ومحو أتر تقاعس والفشل وحت الفساد الذي كانت ورط فيه وزراء وتقفهم الرئيس عبد المجيد تبون ومنحهم أعلى المناصب في الأخير وجد أن بعضهم انغمس في الفساد بدون أن يعتبروا حتى مما حدث مع مفسد النظام السابق الذين انقادوا لهذا الأمر ولقوا نفس مصيرهم من إقالة وحفص وتجريد كامل من كل منزلكتهم التي كونوها في الأساس من نهب الخزينة العمومية هم ومقربهم مع العلم أن لبعلم بعلم مدير ديوان الرئاسة وعبد العزيز بالخادم مستوى متقارب من كل الجوانب وكذلك حتى في شخصية والهبة والكفاءة والوزن السياسي والأهم السرامة والقدرة على تسيير كل وزراء والقدرة على تنفيذ الأهداف المسطرة من رئيس الجمهورية وعدم التسهل مع أي وزير يتقاعس أو يكذبه مثل ما فعل بعض الوزراء الحاليين الذين اتضحى أن بعضهم رفع تقارير مغلوطا للرئيس بون لتغطي على فشلهم ولكي لا يكشف أمر تقاعسهم وعدم إنجاز المهام المطلوبة منهم للعلم فإن الكفة شعبيا بدأت أكثر ميلا نحو عبد العزيز بالخادم لقيدة الحكومة لكن الأقرب للتعين في منصب رئيس الوزراء هو بوعلام بوعلام الذي يظل شخصية وزنة ومهمة ومقربة جدا لرئيس بون لهذا المفاجأة ستكون في اللحدث الأخيرة فقط بأي اسم لكن وفق صحف وطنية بوعلام وبالخادم الأقرب والأكثر قناعة وكفاءة خاصة وأن بوعلام بوعلام أصلا مطالع على كل صغيرة وكبيرة داخليا وأداء كل وزراء والمسؤولين وهو الذي يعتبر حمزة وصل بين الرئيس بون وكل مؤسسات والدولة وبالخادم يمتلك خبرة كبيرة في الحكومة ويعتبر كفاءة وزنة يمكنه هو أيضا قيادة الحكومة بخبرته ويمكن أن يكون مختلفا لإحداث قفزة نوعية غير مسبوقة ويكسر سباة الحكومة الوزر الأول ندير العربوي وباختفار الفرنسي ويكشف أكاديبه قرار عاجل فكيف باتت فرنسا تتعمل الاستفزاز بكل أدرعها ضد الجزار وهكذا صدمهم بقضية شوكولا المرجان وإعرض نظر في كل اتفاقيات بداية وبعد دعاءة سفر الفرنسي السابق بالجزار غزافي ديريانكور ومعلومات التي وصفها وقال الأخير أن الجزار أقرتها وطرحت في وجه فرصة محلطا جدلا وسعا بها ومتعملا بتحريك ماكروني من وراء السطر لمحاولة الالتفاف على المطالب وشروط الجزائرية خاصة مع قرارات الرئيس عبد المجيد مون في كل المبادلة التجارية بين الجزائر وفرنسا خاصة مع كونهم يضيقون ويمنعون شركة المرجان لأسباب وهي وكذا العديد من العلامات التجارية الجزائرية الأخرى التي ترى النور فمع الضغط الجزائري التدريجي المتصاعد لجأ السفير الفرنسي للكذب لتأخيره عودة شوكولا المرجان لأسواق فرنسا من جهة ومن جهة أخرى لمحاولة الضغط على الجزائر لتتنازل على بعض شروطها التي وضعتها على طويلة الاتحاد الأوروبي بتغيير جدري لأن كل اتفاقيات سابقة در الجزائر ولا تخدم مصالح اقتصادها ونموها وقد رد بقوة الوزر الأولى در العربوي على السفير الفرنسي ديرانكور بنشر بيان وكالة الأنباء الذي جاء كلازي على إطر الإدعاءات الكذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق في الجزائر في جنونه المعتدد الجزار فيما يتعلق بتدبر تقييدية المزعومة للتجارة الخارجية يود المكتب الإعلامي لدى الوزر الأولى دير العربوي أن ينفي نفيا قطعا هذه المعلومات التي لا أسس لها على الإطلاق من الصحة كما هو معلوم ونشر ديرانكور منشورا على منصته كتب فيه لتشكر فرنسا الجزائر تقوم بمنع كل وردات من فرنسا وصادرت إليها وقد علق الكثيرون على منشور السفير السابق متسائلين بالخصوص على ماذا يجب للجزائر أن تشكر فرنسا فواضح أن في داخل هذا السفير حقدا دفينا ورغبة وشراها في الاستفرد بالجزائر وخيرتها دون حدود لكن مع سرمت الجزائر وشرطها السيادية أمام كل شركة الفرنسية ومبدأ المصالح المشتركة وإلا فلا ولا وجود أي مبادلات لهذا لجأوا لمحاولة تشويش وتشويه وحتى بالتلفقات لتشويه وهذا طبعا لن يؤثر ولن يزعزع في مواقف الجزائر شيئا لأنها صامدة وتبتة على مواقفها وشرطها أمام الاتحال الأوروبي ليقبلوا رغما عنهم كل شروط الجزائر لأن مصلحة الجزائر أولى من مصالحهم المشحفة في حق الاقتصار الجزائري وأطمعهم التي فقدت كل التوقعات فما بدأ المعاملة بالند لند هو الأساس من الأنف الصعيدان ظهر مكتف للوزار الأول جديد لمرتقف الحكومة ولماذا يعتبر كابوسا للوزراء الحالين قبل تغييرهم وبدأ محسب ضخمة بداية مدير ديوان رئاسة الجمهورية والدرع الأيمن للرئيس سبون بعلام بعلام يكتف من دهوره ويصبح أكثر دهورا خاصة في الأيام والأسبوع الأخيرة وهو المعروف عنه صفات الدرع الأيمن لرئيس الجمهورية عبد المجيد سبون نادر موقعه الهام في الرئاسة وقربه التام من الرئيس وقراراته فبعد أن كان لفترة طويلة جدا منذ تعينه في ديوان الرئاسة قليل ظهر بل من نادر أن يظهر في أي اجتماع بات بعلام بعلام كتير ظهر في جميع اللقاءات واجتماع سراء السبون سواء مع الحكومة أو استقبل مسؤولين دوليين وشخصية ووفود دولية هذا كله مع تزايد أنباء من الصحفيين ومرقبين كتر عن كونه الأقرب لخلافة الوزار الأول نادر العرباوي في الحكومة الجديدة للمرتقبة قريبا خاصة وأن بعلام بعلام لم يعود مجرد كلام خلافته للعرباوي مع المؤشرة التي قال عنها مراقبون جعلته الأقرب وأصلا حسبهم هو الأنسب لخلافة العرباوي على رئاسة الحكومة الجزائرية الحالية بحكم أن مدير ريوان الرئاسة بعلام بعلام مصبه أهم بكثير من منصب العديد من الوزراء في الحكومة بحكم أيضا أنه الأقرب للرئيس بون ووفق ما كشف فإن مهمته جد حساسة ودقيقة لإطلاع الرئيس بون بكل تقارير وعمل حكومة وكل مسؤولين حتى داخليا وخارجيا ويساهم في القرارات المتخدة بخبرة وكفاءة وحنكة الأخير التي جعلت منه الرجل الأهم والأقرب للرئيس كما أن شخصيته القوية يمكنها أن تكون أيضا عاملا قويا في تعيينه والضغط على كل وزراء إذا رأسهم في الحكومة لتنفيذ المهام وعدم تساهل كليا مع أي فشل أو تقعص من طرف بعض الوزراء الذين خيبوا الضن كما أن الأخير وفق ما كشفت صحف عدة عن كونه يشكل كبوسا حتى حاليا لوزراء في الحكومة ومختلف المسؤولين بحكم أنه يتبع كل تحركتهم بدقة ويقدم تقارير للرئيس بون عن مرضود كل وزراء وأداء كل مسؤولين وتلك التقارير هي التي تكون بشكل كبير وراء الإقالات وتعيينة وحث المحاسبات وراء الإقالات وتعيينة وحث المحاسبات